في هذه الذكرى الهم جدا عايزين نعرف ما قبل الحرب كيف كانت قواتنا الجوية عاملة ازاي وهم التحديات يمكن اللي كانت بتقابلكم ايه هي دي نقطة مهمة جدا القوات الجوية قبل الحرب كان عندها طائرات الجيل الاول والتاني فيه تقسيم عالمي متفق عليه اجيال طائرات القتال خمس اجيال رئيسية جيل الاول مفهوش رادار واقل من سرعة الصوت جيل التاني يا دوب كان فيه رادار ضعيف جدا واسرع من الصوت الطائرة فيها صواريخ حرارية بداية الصواريخ الحرارية جيل التالت كان طبعا اسرع من الصوت صواريخ حرارية متقدمة رادار متقدم صواريخ رادارية زي الفانتو الجيل الرابع والخامس هنتكلم عليه اللي هو زي الرفال والإف خمسة وتلاتين فاحنا كان عندنا طائرات الجيل الاول اللي هي الميج سبعتاشر والجيل التاني كان الميج 21 والسخوي ده أمثلة للجيل الاول والتاني اسرائيل كان عندها طائرات الجيل التالت زي الفانتوم الميراج كان عندها برضو طائرات متقدمة جيل التاني سكايهوك فيه صورة للثلاث طائرات دول وصد الثلاث طائرات دول اللي فوق دي طائرات ميك 17 الجيل الاول أقل من سرعة الصوت التجهيزات اللي فيها يعني بدايات بتاعة الحرب العالمية التانية بيجي 21 يدوب بتعدي سرعة الصوت وصواريخ حرارية يعني محتاجة شروط قاسية جدا من الطيار عشان يضربها والجيل التاني برضو السكوية اللي في الشمال دي какой طائرات الإسرائيلية من شكلها كده الطائرات يرجي للثالت متقدمة فيها رضارات وبالتالي ده كان الشكل الموجود أنا ليه بصر أن أنا أسرح الشكل الموجود الإمكانيات لا تمكن إطلاقا أن أنا أعمل ضربة جوية شاملة وده مطلوبة في بداية الحرب مطلوب في بداية المعركة أن أنا أعمل ضربة جوية شاملة أدمر كل الأهداف الموجودة فيه سينة اللي حتأثر على العبور علشان العبور ينجح ده بين قيلنا فأنا عشان كده نقول لما لاقي عجزة في الإمكانيات ده مش مبرر إن أنا أقف ده حافظ الإبداع مش معوق للنجاح ده مهم جدا وبالتالي التخطيط كان أكثر من رائع إن أنا 227 طائرة يطلع من مختلف المطارات سرعاتهم مختلفة طائرات ما فيهاش تهجزات وتطلع كلها مطلوب إنها تكون فوق الأهداف في وقت واحد وتتضرب الأهداف في وقت واحد عشان نحقق أنصروا مفاجئة تخيل الطائرات في أماكن مختلفة وسرعات مختلفة كل واحد حيطلع في زمن شكل وعدد الدخل من الطائرات 227 عشان يكونوا فوق الأهداف في وقت واحد تتضرب الأهداف في وقت واحد مع عدو جوي متفوق طائراته من أحدث الطائرات في هذا الوقت وأيضا عنده ادفاع جوي متفوق وحرب الأكترين المتفوق التدريب المحترف والخطة المتميزة المحترفة أيضا والتدريب على هذه الخطة بشكل قوي جدا ده مكن قوات الجوانا تقوم بضربة جوية الخبراء العسكرين في العالم قالوا أنت لو عملتوا ضربة جوية في بداية المعركة هتفقدوا 40% لـ 45% من قوات الجوية ودي حسابات صح وبالكتير هتحقق 30% من ضرب الأهداف وده مشكلة كبيرة أنها هتفقد تايبة بنصف قواتك الجوية فمش هتقدر تكمل حرب بنصف قوات الجوية قوات البرية هتستهدفوا القوات البحرية الخسائر اللي موجودة لا تتعدى 2% والضربة جوية حققت هدفنا من نسبة أكثر من 95% لدرجة أنه كان فيه ضربة جوية مخططة عشان لو فيه هدف ما تدمرتش ما لجأناش ليه ترجمة نانسي قنقر